يا صباح الخير مجددا متابعينا العزاء رجعنا لنكفي مشوارنا الصباحي وفقرتنا الاخيرة بهذه الحلقة راح نتوقف مع وقف حروم سلطان هذا الوقف الذي سيطلق اول فعالياته يوم السبت نساء الاحسان تحت هذا العنوان راح تكون هاي الحملة وهي حملة اعتقد ستكون لكل سيدات العالم مش بس للتركيات او فقط السيدات المقيمات في تركيا معنا بالستوديو مديرة الوقف السيدة عائشة قول بايج يا صباح الخير استاذ عائشة اهلا وسهلا بك صباح النور سيدة عائشة تتكلمين اللغة العربية قبل ما نبدأ بموضوع الوقف كيف تعلمت اللغة العربية نعم طبعا بالنسبة لي جدا صعب يعني لكن الحمد الله وسط لهذه المرحلة انا اشكر الله جدا طبعا اللغة كنت احبه عندما كنت طفلي صغيرة ودايما كان لي امل يعني بتألم اللغة العربية واتحدث وبعدين يعني تقريبا قبل سبع او سبع سنوات يعني صار مع اي قصة صراحة بسبب قضية قدس وفلسطين ذهبت على القدس وكان لي بالنسبة جدا يعني شي كبير وتغير حياتي تماما باشق القدس وقضية فلسطين صراحة يعني حاولت اتقلم العربي والحمد الله يعني جميل جدا لكن تتحدثين يعني بشكل جيد اللغة العربية طبعا ما درست العربي انا فقط يعني بالاستماع تعلمتي اللغة العربية بالاستقال العرب رغم يعني نعم والله والعرب يحبون الاتراك جدا ونتمنى ان تكون هذه العلاقة الوطيضة بين العرب والاتراك دائما ونتجاوز كل هذه المشاكل الحاصلة لكن جمالا اللغة العربية هي لغة صعبة يعني وتعلمها يعني هناك الكثير من الجهد والطعب في تعلم مثل هذه اللغة جمالا اهلا وسهلا بك سيدة عائشة يعني وقف جديد تم تأسيسه واعتقده تأسس حديثا هذا الوقف نعم يعني طبعا الوقف جديد لكن الحمد الله نحن والفريق عنده خبرة قديمة يعني بقضية الجمعيات والقاف وقطاع الخيري بهذا السبب الحمد الله انطلقنا يعني في فترة قصيرة لكن يعني بالنسبة لنا املنا يعني اشياء كثير طبعا واقف هرام سلطان عندما يستمعون يعني لماذا هرام سلطان ما هي يعني كلمة هرام سلطان نعم نعم هي سيدة طبعا يعني زوجة قانوني سلطان سليمان نعم من الصلاة في الايام الاثمانيين هي كانت تهتم جدا في موضوع الاوقاف واذا تعرفون يعني حتى المشاهدين يمكن يعرفون هذه المعلومة دولة العثمانية كانت تهتم في الموضوع الاوقاف كثير جدا لدرجة كان عندنا اوقاف نحن حتى للقطاع والحمام يعني ما كان في اي حدا اي حيوان اي انسان اي شخص يحتاج اي شي ويروح مثلا بيفتح ايد لأي حدا بيروح لو اوقاف اي حاجة هو ياخد حاجتها من هناك ونحن حبينا هذه الفكرة يعني سيدة هرام سلطان نعم هي كانت طبعا يعني كان عندنا امل عظيم جدا في تركيا حتى في القدس الى الان عند بيت الطعام في مصر في دول كثير يعني امنة اوقاف ونحن اخذنا هذه الاسم كرمس بالنسبة اننا وراح نكمل ان شاء الله يعني على هذه الخطه وننشأ فكرة الاوقاف يعني في هذا الزمن نعم وهو طبعا واقف نسائي ايوه واقف نسائي لكن فقط لا يدعم النساء يدعم يعني الجمهور وطبعا خاصة النساء والاطفال عندما انطلقنا للأسف حدث في تركيا زلزال حتى يعني حاولنا يعني نعمل افتتاح لكن ما صار نصيب الان مع الزلزال عملنا يعني كان عندنا ايضا يعني نشاط في منطقة الزلزال وفي سوريا خاصة وبعدين في الايد في افريقيا سوريا يعني نحن املنا نشاطنا لكن يعني الان ان شاء الله راح نسمع اسم الوقف ونشاط الوقف اكثر نعم اذا هرم سلطانيا مش بس فقط في حدود تركيا لا تتجاوزون الحدود ايضا تجاوزتم ووصلتم الى عدد من البلدان الاخرى مثل ما تحدثت افريقيا وايضا فلسطين على ما اعتقد وسوريا ايوه ايوه نعم سابقا لديكم العديد من دعينا نقول من الفعاليات او المبادرات الخيرية في فلسطين ايضا وبالقضية الفلسطينية تحديدا ليس تحديدا يعني نحن حابين حتى طبعا يعني كان النشاط من قبل نحن يكن انه خبرة الحمد الله بهذا الجانب لكن يعني الان الامل توسع اكثر يعني حتى في الدول الاخرى تحاولون ان توسع ايضا في هذه يعني الغاية الاساسية اذا هو الحث على العمل الخيري والعمل الانساني ودفع الاشخاص يعني التطوع في هذا المجال وحددتهم اكثر لالنساء كمتطوعات ام كمستهدفات بالحملة ايوه لانا نحن حابين نبرط اكثر ابرازا يعني دور المرأة في المجتمع والمرأة قوية يعني نحن يعني حتى هذه رسالتنا يعني ونحن اصلا في قطاع الخيري في اي نشاط يعني انتم كما ما تعلمون يعني المرأة جدا لها دور كبير وهي قوية وهي تستطيع يعني حتى تفعل وتعمل كثير من يعني من الطارق الى الان يعني زي قصة هررام سلطان وفي سيدات كثير امنوا يعني اشياء جدا يعني للمجتمع يعني في قطاع الخيري عشان تطوير المجتمع يعني لكن حتى ما في سمع كثير يعني المرأة يعني هي تقدر هي قوية اذا كان لها امكانيات اكيد راح تفعل وتعمل اكثر يعني خاصة حابين حتى يعني ندعم المرأة بهذا من هذه الناهية وهي يعني حابين زي ما كيف فاشرح لكم يعني نحطيها فرص اكثر لتسبب ذاتها يعني هي بحاجة لمن يدعم هذه القوة وهذه القدرة ويعني توجيهها للطريقة صحيحة ثم قلت النماذج كثيرة اسلاميا وعالميا ايضا وعربيا ايضا حتى يعني كنماذج سيدات كانوا قادرات على تقديم الكثير ومنهم مثل ما ذكرت هرام سلطان وغيرها الكثير كان لها يعني ايضا في الفترة السلطنة العثمانية كان ايضا هذا الامر بارز جدا وهي كانت نساء اول نساء يمكن يعني في الدبلوماسي كانت تتواصل مع الدول الاخرى وهي كانت ايضا مشتشارة السلطان قانوني سلطان سليمان كامرها يعني هذا الشيء جدا عظيم بالنسبة لنا ونحن نعرف يعني يعني دايما زي ما قلت قبل قليل جدا الامرأة قوية النساء قويين يعني ويقدرون وان شاء الله يعني على هذه الفكرة طبعا بانطلاق الوقف مع الانطلاق الوقف ان شاء الله حبينا نطلق حملة ان شاء الله ستكون بشعار نساء الاحسان بثلاث لغات وستكون في العالم كله طبعا يعني نحنا الان بنجهز الحملة تقريبا بالست لغات وان شاء الله راح سينتشر اكثر يوم السبت ان شاء الله سيكون ان مؤتمر صحفي مع تشتين الوقف وسنسبت هناك ايضا سنسمع قصص قصص كثير على النساء ويمكن نحنا يعني زي ما قلنا قبل قليل راح نحطيهم فرص اكثر يعني حتى ان شاء الله يشاركون في هذه الحملة والنساء دايما نحنا ماذا نقول يعني حتى نحن شعار الوقف رحمة للانسانية يعني اخذنا هذه الشعار شعار الوقف يعني خاصة لان المره جدا هي دايما نقول انا عندما بيقول لي ماذا تفكرين على المره يعني طبيعتها كيف انا بقول هي سحبة الاطاء نعم لانها عاطفية يعني الجانب العاطفية يغلب على شخص جدا يعني هي تعطي هي عاطفية عند المرحمة يعني كل شيء جدا يعني نحن لازم نعم 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 وطبعا دايما انا ماما عندما بيسالوها ما هي وظيفتك هي تقول دايما انا ام انا مؤلمة انا طبيبة انا كل شيء انا يعني فنانة انا يعني تختصر كل الواجبات الشخصية واحدة فعلا يعني هنا ويعني مثل ما قلتي وجود المره في العمل الانساني والعمل الخيري امر مهم جدا وانتم تعملون على تحفيز السيدات اكثر ايضا لتواجدهم بمضمار العمل الانساني والخيري حملة نساء الاحسان اذا لن تكون مختصرة فقط لسيدات تركيا او السيدات المقيمات في تركيا بغض النظر عن الجنسية لا هي دولية لكل سيدات العالم الخطة خطة تنفيذ هذه الحملة ستنطلقون من تركيا ثم ما هي الخطة التي ستنفذونها في المستقبل القريب؟ طبعا يعني اولا نحن حابين نحكي الفكرة كيف يعني لماذا ستنطلق هذه الحملة يعني زي ما احكينا يعني نحن بدنا نبرد دور المرأة في المجتمع اكثر يعني ونحكي عنها وعلى كيف نحكي على دورها هذه الحملة ستكون منفتحة للالم كله يعني نحن الان عندما يعني حدثنا اسم الحملة وشعار الحملة فقط حتى سنتحدث نحن ليس بفكرة فقط انتم تدعمون الوقف لا نحن حابين حتى تاخدون هذه الشعار وهذه الفكرة وانت يعني تستخدموها واصلا يعني حابين يعني تنتشر الحملة اكثر يعني في الدول نعم يعني تم تداول هذه الحملة وايضا فكرة الحملة الانسانية انه يتم نشرها ويتم العمل بها وتطبيقها على ارض الواقع طيب هل انتم في الوقف مثلا يعني لكي نعطي معلومات ايضا لأسيدات المتابعات الان هل هناك نقص معين ببعض المجالات مثلا الطباب Absentar وكالاعلام كبحاجه هذه المجالات في الوقف ام الوقف يغطى هذه المجالات مثلا كميه بحاجه لمتطوعات ام ماذا؟ اكيد اكيد يعني بحاجه للمتطوعات بحاجه الشركات يعني الاجلاء يعني يعني ماذا يقول يرث واحد لا تستطيع طبيب في الصفر نفس المثل لدينا بالعربي ايضا. نعم نعم في جدا تشابه كثير في العربي والتركي هذا مهم جدا يعني والان فقط انا حابة حتى اركز على موضوع واحد يعني عندما قلنا لماذا وقف هذا جدا مهم بالنسبة انه يعني كيف نحكي الدأم والخير والعطاء هو جدا المهم لكن نحن بدنا بتكون طريقتنا غير يعني نحن عندما بنقول فكرة الاوقاف ما هي الان انتي عندك فلوس عندك يعني هي ممكن تدعمين بتسينهاي لكن يعني انتي خلاص قطيتي يعني مرة واحدة ايوة انتهى لكن المهم الامل لازم يستمر ونحن حابين حتى نبرث هذه يعني نركز على هذه الاشياء جدا يعني نحن لازم يكون انا اوقاف بيكون انا اكثر اكثر شركات ونحن هذه الدعم لازم يستمر هذا جدا مهم بالنسبة انه كان يكون كميزانية للوقف للعمل الخيري طيب مجالات هذا العمل الخيري على ماذا ستركزون يعني هذه الميزانية او هذا الدعم لماذا يذهب طبعا للايتام للمرأة يعني يمكن المطلقة ايوة الارملة وطبعا خاصة امور التعليم جدا مهم يعني يعني التعليم هو مصدر كل شي يعني عندما بيكون التعليم قوي راح بيكون كل شي يعني اوكي بالنسبة لنا في مجال التعليم ايضا ويعني ان شاء الله ايضا انه كيف تقولون بالعربي انا سامحوني طبعا يعني انا بفكر احاول اكثر يعني اقبر حتى توصل الفكرة يعني بالطريقة سحيحة وان شاء الله طبعا في المستقبل راح بيكون اكثر يعني شاء الله الشرق يعني ما شاء الله يعني نحن نحن الان مندهشون صراحة من يعني الطلاقة في اللغة العربية سيدة عائشة وهذا جدا مهم عندما تحدثنا على هذا الموضوع نحن حابين ايضا في الوقف حتى يعني نؤلم العربي يعني حتى بيكون وقف يعني كمشاريع اوقاف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها طيب ايضا يعني تعليم اللغة التركية لغير الناطقين بها ايضا لنتعلم اللغة العربية وننطلق بها ايضا اللغة التركية وننطلق بها ايضا يعني مشاريع عديدة خيرية ستركزون عليها منها المرأة منها التعليم وهذه المجالات مساندة المرأة بشكل خاص يعني ستركزون اكثر على هذه النقطة وايضا مثلما ذكرسي يعني موضوع تعليم امر مهم جدا شعب بأكمله ومستقبل بأكمله يتوقف على موضوع التعليم تعليم الأطفال يعني هم مستقبل المجتمع بشكل أو بآخر أهم الصعوبات التي تواجهكم الآن بإنشاء هذا الوقف ودائما يعني هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الأعمال الخيرية تحديدا شو هي الصعوبات للامستوها فعلا نعم يعني بالنسبة لنا يعني كيف أنا تحرك بسهل أنا هكذا كم صحيح نعم يعني التحديات مثلا بعض الأمور التي كانت عائق أمامكم في إنجاز الوقف نعم يعني طبعا يعني أولا للأسف وصلنا هذه الزمن في هذه المرحلة يعني الناس شوية يعني صاروا يعني ما بيهتمون يمكن في الأشياء كثيرة يعني الآن كل واحد يمكن يفكر في نفسه أكثر يعني وهذا شيء يمكن بسبب المشاكل هذا شيء طبيعي بالنسبة لي أنا أكثر شيء يمكن يعني إذا أنا راح أطلب من المشاهدين حتى يعني إذا يهتمون في الهاية جدا حتى الدعم هذا مهم يعني دعم فقط ليس مادة المادة طبعا يعني مادة يعني لازم يكون يعني دعم مادة حتى أنت تقدرين تنافذين هذا طبعا شيء أساسي لكن يعني فيه يمكن يعني أنت ك جوانب أخرى للدعم أيوة جوانب أخرى يعني ما عندك يمكن إمكانية كمادية تدعمين بدعم كبير هذا ليس مهم يعني حتى لو كان شيء قليل أيضا المثال يعني نحن عندما كان نتب المشاريع حتى قلنا يعني زي يعني من أوقاف الزمني يمكن أوقاف مثلا من الخبرة عندك خبرة عندك مثلا تستطيعين مثلا تدعمين بطريقة أخرى هذا مهم جدا أكبر شيء بالنسبة لك دعم يكونوا معنا بيشاركون معنا يمكن تكون معلمة بجانب التعليم يمكن تكون مثلا طبيبة في جانب الصحة يمكن تكون فنانة يعني بجانب الرسم يمكن هي تتحدث اللغة الجيد زي أنا نعم نستغل معركتها باللغة يعني جدا إذن يعني كل المجالات نعم اليوم بهذا الوقف بحاجة لكل المجالات كمتطوعات لتعزيز الوقف أكثر وتقديم الخدمات أكثر في هذا الزمن جدا صعوبة يعني بالنسبة أنا صار لي تقريبا يعني أشر سنوات في هذا المجال الحمد لله يعني من قبل يمكن وأيضا فيه للأسف يعني فيه طرق كثير وفيه يعني كثير يعني أنواع من الأوقاف من المؤسسات أقصد لكن هذه الفكرة لازم نركز عليها لأنه جدا فكرة الأوقاف مهمة 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 نعم هي يعني لأن الوقف هو مقدم لكل المجتمع فهون هذه هي الفكرة الأهم نعم الفكرة الأهم وأن يكون هذا دعم فعلا حاضر وحقيقي ليستمر الوقف بعطائها أيضا طيب دعينا نتحدث عن هذه الحملة ستنطلق يوم السابت بعض التفاصيل أين مقر الانطلاق مثلا والساعة نعم ستنطلق الحملة من تركيا طبعا الساعة الثانية إن شاء الله الظهرا في اسكدار هناك عنا مركز لتابع البلدية وهناك سيكون إن شاء الله من العيلام يعني من تركيا وخارج تركيا من كل الدول نحن حابين هناك يعني أيضا يعني بيكون يعني يشاهدون من كل العالم بإذن الله وإن شاء الله تشاركونا أنتنا أيضا يعني في هذه اليوم وسيحضر إن شاء الله السيدات من الجمعيات السيدات الخبراء ومن البروتوكول أيضا يعني من الفرلمان سيكونون من تركيا معنا إن شاء الله وها بالنسبة أنه طبعا يعني شي جدا يعني كيف نحكي كهيجان يعني نحن الآن متحمسين متحمسين جدا أيوة متحمسين هناك سيكون إن شاء الله بيان بثلاث لغات بالتركي الإنجليزي العربي راح نركز على أكثر يعني من اللغة لأنه يعني فقط لا نريد الفكر يعني هي أوكي تركيا من تركيا انطلق لكن نحن دائما نحن نصل الفكرة أكثر رابد من تعدد اللغات هذه الفكرة يعني انطلقت يعني طلعت مننا لكن نحن حابين تاخدون الفكرة وإنسا تصاحبون الفكرة وتأملون عليها هذا جدا جدا مهم وإن شاء الله إذا بهذه الطريقة الناس كلنا يعني تحمسوا وأخذوا هذه الفكرة وإسم الحملة شعار الحملة وأمنوا نشاطات وحتى حقوا عنها إن شاء الله ستكبر هذا يعني سيدفع بالاستمرارية أكثر والوصول أكثر أيضا لنحقق الهدف الأساسي من هذا الوقف سيدة عائشة أشكرك جزيل أشكر لانضمامك معنا عائشة قول بايجي مديرة وقف هورم سلطان شكرا جزيلا بالنسبة لشيء كبير وطبعا يعني أول مشاركة وأول طبعا برنامج نحمل نشارك أو لقاء صحفي حول هذا الموضوع جميل نعم نعم إن شاء الله يعني سيكون بالنسبة أن يعني أيضا بداية جديدة يعني بداية كيف نقول يعني بداية جيدة للإنتلاق إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق دائما ولي الوقف ولكل السيدات والرجال أيضا الدعمين لمثل هذه الأعمال الخيرية التي مثل ما قلت نحن في هذا الزمن ما أحوج لمثل هذه يعني هذه الأفكار الخيرية والإنسانية في العالم بشكل عام والشرق الأوسط تحديدا شكرا جزيلا مجددا لك سيدة عائشة ونتمنى دائما لكم التوفيق